أهلا بكم الآن مع تمارين الصفحة الثالثة والعشرون الدرس الرابع من مرجع فضاء الرياضيات للسنة الثالثة ابتدائي إذن التمرين الأول أحسب كل جداء وأكتب كل عدد إذن عنا هنا يهد المستطيل مجزأ إلى مربعات صغيرة إذن إلا حسبناها بك ما سوف نقوم بالطول ما سوف نقوم بالمربع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 إذن في الطول هكذا لدينا 16 مربعات ثم في العرض كم لدينا 1 2 3 4 5 إذن 5 مربعات في العرض إذن إلا بغينا نحسبه كم لدينا من مربع في المجموع هنديرو 16 مضروبة في 5 ولكن هنا يجزئناها إلى عمليتين هنديرو غير ضرب ديال 10 مربعات أولى في 5 ثم 6 مربعات في 5 أيضا إذن لدينا هنا 10 مربعات في الطول وهنا في العرض لدينا 5 إذن هنديرو 10 في 5 ثم هنا 6 مربعات 6 وفي العرض لدينا 5 إذن هنديرو 6 في 5 إذن هاد ضرب ديال 16 في 5 فهي تساوي ضرب 10 في 5 زائد 6 في 5 إذن وزعنا العملية ووزعنا الضرب هنا أيضا نفس الشيء أوسى نكمل إنجازها إذن 10 في 5 كم تساوي؟ تساوي 50 زائد 6 في 5 تساوي كم؟ تساوي 30 إذن 50 زائد 30 تساوي 80 إذن إلا جينا نحسب هذه المربعات اللي عندنا هنا يا كاملين المربعات الحمراء ولا المربعات الصفراء سنجد عندنا 80 مربع إذن 16 في 5 تساوي 80 كذلك 10 في 5 سزائد 6 في 5 تساوي 80 كذلك الآن سنحسب بنفس الطريقة إذن عندنا هكذا 14 مربعا في الطول وفي العرض لدينا 6 مربعات إذن فهي تساوي 10 في 6 زائد 4 في 6 إذن هذه 14 وزعناها إلى 10 و4 ثم 6 تبقت هي هي لذلك سنضرب 10 في 6 زائد 4 في 6 إذن 10 في 6 تساوي 60 زائد 4 في 6 تساوي 24 20 إذن 60 زائد 24 فهي تساوي كم؟ تساوي 84 إذن عندنا هنا يفتش كامل لدينا 84 مربعات الآن التمرين الثالث أحسب الجداءات اللازمة لملء الفاتورة إذن لدينا الكمية والسلعة ثمن الوحدة والثمن الإجمالي إذن لدينا الكمية أربعة أربعة ماذا؟ أربع آلات مسجلة ثمن كل واحدة 437 دير هامان إذن التمر الإجمالي ثمن أربع مسجلات أو أربع آلات مسجلة كم سيكون؟ سنضربوه ثمن وحدة في العدد الإجمالي اللي هو أربعة بمعنى سنضربوه أربع مئة وسبعة وثلاثون مضروبة في أربعة ونجزو العملية غير قلنا نلقوه الثمن ديال هاد ربعة ديال الآلات المسجلة إذن غن ديروا العملية أربعة في سبعة تساوي ثمانية وعشرون أكتب ثمانية وأحتفظ بإثنان أربعة في ثلاثة إثنى عشر زائد اثنان تساوي أربعة عشر أكتب أربعة وأحتفظ بالواحد أربعة في أربعة ستة عشر زائد واحد تساوي سبعة عشر إذن الثمن الإجمالي لأربع آلات مسجلة هو ألف وسبعمائة وثمانية وأربعة ثم لدينا تماني لعب إلكترونية كل واحدة ثمانها خمسة وتمانون ديرها من؟ إذن هالثمانية دلوها بش حل خصنا بش نشره ثمانية إذن غن حسبوها بنفس الطريقة نديروا خمسة وثمانون مضروبة في ثمانية إذن ثمانية في خمسة تساوي أربعون أكتب الصفر وأحتفظ بأربعة ثمانية في أربعة أو ثمانية في ثمانية أربعة وستون زائد أربعة تساوي ثمانية وستون إذن ثماني لعبات إلكترونية هو ستمائة وثمانون ديرها من؟ ثم لدينا ميكوات خمسة خمس ميكوات كل ميكوات تمان ديلها مئة وتمانية درعين إذن شحل غيكون التمال الإجمالي لخمس ميكوات؟ إذن غن ديروا أيضا عمليات الضرب إذن ميئة وثمانية مضروبة في خمسة إذن خمسة في ثمانية تساوي أربعون أكتب الصفر وأحتفظ بأربعة خمسة في صفر صفر زائد أربعة تساوي أربعة ثم خمسة في واحد تساوي خمسة إذن ثمان خمس ميكوات هو خمسمائة وأربعون ديرها من؟ أخيرا لدينا ستة ستة وعننا إناء ثمن كل إناء ثمانية وعشرين ديرها من؟ وعننا ستة آنية إذن غن ديروا أيضا عمليات الضرب غن ديروا ثمانية وعشرون مضروبة في ستة وسنحصل إذن ستة في ثمانية تساوي ثمانية وأربعون أكتب ثمانية وأحتفظ بأربعة ستة في اتنان اتنى عشر زائد أربعة تساوي ستة عشر إذن ثمن ستة آنية هو مئة وثمانية وستون ديرها من؟ إذن هكذا سنملأ هذه الفاتورة الآن ننتقل بكم إلى التمرين الثالث إذن أستعمل المكعبات وأنجز كل عملية إذن لدينا ضرب مئة وخمسة وثلاثون مضروبة في ستة إذن سننجز هذه العملية إذن ستة في خمسة كم تساوي؟ تساوي ثلاثون أكتب الصفر وأحتفظ بثلاثة فوق العشرات إذن ستة في ثلاثة كم تساوي؟ تساوي ثمانية عشر زائد ثلاثة تساوي واحد وعشرون أكتب أيضا واحد وأحتفظ باثنان فوق المئات ستة في واحد ستة زائد اثنان تساوي ثمانية إذن الجداء الذي حصلنا عليه هو ثمانمائة وعشر هنا لدينا تسعة وتلاثون مضروبة في خمسة إذن خمسة في تسعة تساوي خمسة وأربعون أكتب خمسة وأحتفظ بأربعة فوق العشرات خمسة في ثلاثة خمسة عشر زائد أربعة تساوي تسعة عشر إذن الجداء الذي حصلنا عليه هو مئة وخمسة وتسعون العملية الموالية لدينا مئة وتسعة وستون مضروبة في أربعة إذن أربعة في تسعة تساوي ستة وتلاثون أكتب ستة وأحتفظ بثلاثة فوق العشرات أربعة في ستة أربعة وعشرون زائد ثلاثة تساوي سبعة وعشرون أكتب سبعة وأحتفظ بأثنان فوق المئات الآن أضرب المئات أربعة في واحد أربعة زائد اثنان تساوي ستة إذن الجداء الذي حصلنا عليه هو ستمائة وستة وسبعون والعملية الأخيرة لدينا أربعة وثلاثون ضرب ستة إذن نبدأ بضرب الوحدات ستة في أربعة تساوي أربعة وعشرون أكتب فقط أربعة وأحتفظ بأثنان فوق العشرات أضرب الآن ستة في ثلاثة تساوي ثمانية عشر زائد اثنان تساوي عشرون إذن الجداء الذي حصلنا عليه هو مئتان وأربعة إذن إلى هنا تنتهي تمارين وأنشطة هذا الدرس الدرس الرابع أشكركم على حسن الانتباه والمتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله